هجوم مكثف شنته قوات المجلس الانتقالي الليبي على مركز مدينة سيرت آملة أن تكون تلك المعركة هي الأخيرة قوات الحكومة الانتقالية أعلنت تحقيقها تقدما كبيرا منذ الجمعة الماضية عندما بدأت ما أسمته الهجوم النهائي على المدينة حيث سيطرت على جامعة سيرت والخيمة الكبيرة التي كان يستخدمها القذافي لعقد الاجتماعات وهذا وفقا لمصدر مسؤولا في المجلس الثوار أشاروا إلى أنهم يتقدمون في وسط المدينة التي يرجح أن بضع مئات من عناصر القذافي قد حسروا فيها وبالتحديد في مجمع وقدو فيه ناس ما نقدرش نحدد لك الموقف يعني ما نقدرش بزوق لك من كتر رماية والناس ترمي من يلانا وذي الرماية ما نقدراش نطلع ونقدر نحدد لك الشيء من جهة أخرى نشد رئيس المجلس الوطني مصطفى عبد الجليل العالم بمديد المساعدة في علاج المصابين الليبيين الذين سقطوا خلال الصراع المسلح مقترحا أن يتم خصم تكلفة العلاج الطبي من أصول ليبية مجمدة في الخارج